تحية تونس السنة المنقضية في تونس شهدت عدة فصول من مسلسل الصراع بين الرئيس قيس سعيد وخصومه تصريحات نارية بين الطرفين وتظاهرات للمعارضة تزامنت مع تطبيق سعيد لبقية بنود خارطة الطريق السياسية التي رسمها بدءا بتنظيم الاستشارة الالكترونية وصولا الى اقامة حوار صيف العام لم يشارك فيه معارض والرئيس وغاب عنه اتحاد الشغل انتهى الحوار باعداد مسودة دستور ادخل عليها الرئيس التونسي عدة تعديلات ليرسي النظام الرئاسي ذا صلاحيات واسعة دستور حظي بموافقة الاغلبية العظمى من الناخبين في استفتاء شارك فيه 30% من الجسم الانتخابي لم تنجح المعارضة بكل اطيافها في اجبار الرئيس التونسي على الحوار او التراجع صراع بين المعارضة فيما بينها وفشل للطبقة السياسية في ادارة خلافاتها دفع اتحاد الشغل ليكون من ابرز الدعين الى الحوار وعرفت علاقته برئيس الدولة فطورا كبيرا بسبب الانتقادات النقبية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وحتى للمصار السياسي الذي تعرفه البلاد فطيلة اشهر العام كان الوضع الاقتصادي تدهور شيئا فشيئا وقاربت نسبة التضخم العشرة في المئة ما ادى الى تنفيذ اضراب عام في القطاع العمومي اواسط السنة اعتجاجا على ترد القدرة الشرائية للعمال وفيما يتحدث الرئيس التونسي عن مشروعية شعبية لقراراته جاءت الانتخابات التشريعية في السابع عشر من كانون الاول ديسمبر لتكون المنعرجة الابرزة في المشهد التونسي فنسبة التصويت المنخافضة اعتبرت فشلا لمشروع الرئيس ولان طالبت المعارضة سعيد بالاستقالة فقد دعاه اتحاد الشغل الى حوار ينقذ البلاد حوار يبدو ان المنظمة النقبية ستنظمه بمنأة عن اطراف الصراع لتكون مخرجاته امرا واقعا امام الجميع السنة المنقضية كانت سنة التوتر السياسي والازمات الاقتصادية لكن بوادر الانفراج لا تلوح في الافق حتى اللحظة بل ان السنة الجديدة ستكون وفق خبراء الاصعب اقتصاديا وماليا فهل ستكون سنة الانفراج السياسي مراد دالانسي تونس الميدين